تواصل الحكومة التونسية مساعيها الهدفة إلى تحقيق مطالب الشباب خاصة العاطلين عن العمل على الرغم من الظروف التي تمر بها تونس على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية ويترافق ذلك مع تكثيف أجهزة الدولة الأمنية لنشاطاتها لمكافحة الإرهاب وضمان استقرار البلاد تطورات المشهد التونسي في تقرير محمد المجالي الاحتجاجات الأخيرة السائدة في تونس دفعت الحكومة إلى البحث عن حلول فاعلة للحد من تفاقم الأزمة وذلك بعد الكلمة التي وجهها رئيس الحكومة الحبيب الصيد إلى النواب حيث أكد أن الحكومة تسعى جاهدة إلى تحقيق مطالب الشباب وخاصة العاطلين عن العمل مشكل البطالة هو مشكل هيكلي يعاني منه الاقتصاد الوطني منذ سنوات وهو مشكل ناتج عن سياسات خاطئة واصلة العقود لعشرات السنة لا يمكن إصلاح مفسدة لعشرة السنين في بضع سنوات إذن العمل اليوم على الإصلاحات العميقة والجذرية والهيكلية وفي هذا الإطار الحكومة خدمت على مخطط للخمسة سنوات القادمة اليوم اقترحت أن تناقش الوثيقة التوجهية يعني كبرى التوجهات التي تهيكل هذا المخطط لأنه نحتاج إلى إجراءات عاجلة ولكن خاصة نحتاج إلى حلول الجذرية التي تقطع مع منطق المسكينات والمصبرات والحلول الترقيعية والترفيقية كل شيء في التنمية عنده بتبيع رؤية مستقبلية ورؤية على المدى المتوسط وخاصة تعطي إيشارات التي تسرع في التنفيذة كما كنت قول يعني يقول لك بها الرؤية النجم تقنع وتمشي النجم يقنع والمشاريع موجودة والأرقام به ولكن بش المواطن يحس ويراء يزم يراء لي فما نسق تبدل والأمور قاعدة تمشي بأكثر سرعة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي اعتبر أن ترد الوضع الأمنية والاقتصادية في تونس يعود إلى مخلفات تجربة الحكم السياسي السابق مشيرا إلى أنه كان متساهلا مع الإرهابيين والمجموعات المتطرفة السبسي أرجع هذا الوضع في ردوده على أسئلة عدد من ممثلي وسائل الإعلام البحرينية في لقاء جمعه بهم في مقر إقامته بالعاصمة البحرينية المنامة إلى تأثيرات النزاعات الدائرة في الجارة ليبيا وغياب دولة للتحاور معها والانتشار الواسع لمجموعات مسلحة تتنازع على السلطة جولة الرئيس التونسي إلى الخليج جاءت بالرغم من تصاعد حدة الاحتجاجات التي لامست قصر قرطاج وذلك بحثا عن فرص لدعم اقتصاد بلاد ثورة الياسمين عقب الإطاحة بحكم الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي مطلع العام 2011 جوهر الأزمة اليوم في بلادنا حسب رأينا نحن أن العملية السياسية لأفرزات انتخابات 16 أكتوبر لا تضعوا على جدوى الأعمالها انتظارة الناس جاءت الانتفاضة هذه حتى تفيق الناس حطوا على جدوى الأعمال الكوباية والسيسيون وعلى رسم الحكومة انتظارة الشعب في التشغيل في التنمية في الوضع المعيشي في غيرها يجب على الحكومة أن تنتبه إلى هذا المعطى ويجب أن تضع في حسبانها أن هذه الاحتجاجات صحيح الآن قد انتهت لكن كل إمكانية واردة وبالإمكان أن تعاود مرة أخرى هذه الاحتجاجات وعليها أن تستعد للسيناريو الكارثي على أساس أنها يجب أن تكون لا قدر الله عندما تحدث احتجاجات أخرى تكون هي في الموعد على أساس أنها تحاول قبل أن تحدث هذه الاحتجاجات تحاول أن تكسب ثقة الناس فيها وثقة خاصة المعطلين عن العمل والمهمشين ووفق مراقبين فإن عاتق مسؤولية بطالة الشباب في تونس يقع على جميع مكونات البلاد وليس على الحكومة فقط باعتبارها وليدة ثغرات حكومية سابقة في حين ترى المعارضة بأن الحكومة عاجزة عن إيجاد حلول فعالة ويرى المراقبون أن الأزمة تجسدت بغياب المشاريع التنموية وإيجاد فرص العمل وغياب كل ذلك عن سلم أولويات الحكومة التي انشغلت في محاربة الإرهاب والتطرف الذي ضرب البلاد وهز اقتصادها في الآونات الأخيرة